مساء الخير حضرات السادة والسيدات في حضرتنا روائية مبدعة يصعب تقديمها يصعب تقديمها لأنها لأن رجلا يقدمها إذا سمحتم أبدأ بتعليق بسيط على وضع المقدم الرجل لمرأة متمردة مثل فضيل الفاروق حقيقة هناك سؤال لا نطرحه دائما على أنفسنا ولكن لا بد أن يطرحه المقدم في هذه الحالة هل فعلا يستطيع الرجل والتعريف هنا مضخمة بقطع النظر عن ثقافته ومكانته هذا الرجل هل يستطيع هل يستطيع أن يقدم المرأة بالتعريف أيضا المضخمة التي تكتب حميمية يدعي أنه يعرفها هي حميمية وجدانية حميمية فكرية حميمية أيضا لغوية لغة المرأة لو كان لنا العمق الكافي لدراستها تختلف لا أقول اللسان وإنما أقول اللغة اللسان لسان واحد هو اللسان العربي لكن اللغة تختلف ومن المفارقات أن أغلب النقاط العرب للروائيات العربيات هم رجال باختصار سؤالي عنه لنفسي كيف أجرأ أنا الرجل الشرقي العربي كيف أجرأ على تقديم امرأة تقوم ضد هيمنتي لأن موضوع رواياتها هي هو أنثوية تتمرد ضد ذكورية رجل عربي شرقي بشكل عام فهذا السؤال طبعا صعب الإجابة عنه لكن لا بأس أن يثار أما التقديم فأوله جوجلي نسبتنا إلى السيد جوجل فضيلة الفاروق جزائرية ولدت في أريس مش عارف كيف ينطق في جبال الأطلس وعندما نقول جبال الأطلس على الأقل بالنسبة لي هي جبال التمرد تاريخيا الأطلس جبال الأطلس الشماء هي جبال تمرد ضد الرومان ضد الفتوحات العربية كوسيلة والكاهنة شهروا بتصديهم ومقاومتهم إلى الثورة الجزائرية ثورة الجزائرية أيضا بدأت قدحت أول ما قدحت في جبال الأطلس أقول هذا لأشير ضمنا إلى التماء إلى أن التمرد عند المبدعة له بعد تاريخي ثقافي فكري بعيد وليس هو يعني شيء جديد أو يعني يتعجب منه درست في قسانتينا ذهبت على ما يبدو والعهدة على سيد جوجل ذهبت إلى الطب أو الرياضيات ثم ارتدت أو صدتها الرياضيات لا أدري فعادت وهذا من حسن الحظ إلى الأدب العربي المرحلة الحاسمة وهذا هي ستقول لنا إن كان هذا صحيحا المرحلة الحاسمة أو المنعطف في مستوى الإبداعي هو بيروت أخذتها ريح طيبة واستقرت في بيروت وكانت لها الجرأة أن تتندرج في ظروف بيروت السبعينات وهي ظروف يعني تعرفوها هي جاية من بلد يختلف عن بيروت فعرفت كيف تندرج فيه وتتلاءم مع هذه الطبيعة ومن تواضعها أنها تعترف بمساندة بعض المثقفين والمبدعين في بيروت مساندتها في مشروعها الإبداعي ومن الصدف أني كنت قبل ساعات مع بورشاول الذي في بيروت الذي قدمها لي بطريقة أربكتني قال لي تنبه إنها امرأة جريئة ذكية ومثقفة فنحن إذن في حضرة شخصية متميزة في بيروت نشرت أول ما نشرت مجموعة قصصية بعنوان لحظة لاختلاس الحب كانت فيها شخصياتها ما زالت محتشمة شوية عبارتها فيها اقتصاد ولكن المتنبه للقارئ المتنبه لهذه الأقصيص يجد التوجهات الكبرى التي ستذهب فيها المبدعة ثم مزاج مراهقة بعدها تاء الخجل وتاء الخجل هذا حكاية طويلة عريضة لأن موضوعه الاغتصاب والنشر العربي لم يعني تحرج خلينا نقول تحرج لنشره ولكنه على ما يبدو هو أكثر التأليف قراءة وترجمة ومن وجهة نظري القمم التي وصلت إليها الروائية هي في اكتشاف الشهوة وبعده أقاليم الخوف ما أريد أن أؤكد عليه في هذه وخاصة في هذين الكتابين الأخيرين أنه أن فيه طبعا هذا المفرغ منه فيه جرأة في مواجهة التابوات أو الممنوعات العربية وخاصة في مجال العلاقة بين الرجل والمرأة وتعبير أيضا أحيانا بالنسبة للقارئ العادي تذهب إلى أقاص ما يمكن التعبير عنه لكن الأهم من هذا هو أن نكتشف أن الروائية مثقفة يعني لا يكفي أن تكون روائيا تم روائيين حكواتي يحكي حكواتي يعني يعني سرد سرد لا ينتهي سرد خطي كما يحكي أي إنسان وأن تجالس تحت نخلة أما عند فضيلة هناك فعلا ثقافة نجدها مثلا في رجوعها الضمني إلى علم النفس إلى البسيكاناليز إلى التحليل النفسي إلى السوسيولوجيا يعني تحس أنه وهذا جعله أنك لما تقرأ هذه الروايات تجد بلدها حاضرا بروائحه بناسه بألوانه وأكيد أن فيها هذه الروايات فيها شيء فيها شيء أيضا منها هي نفسها الميزة الثانية مقارنة بالروائيات الجزائريات أنها تكتب بالعرامية تقريبا حسب تقديري إحصائيا خمس الروايات الجزائريات فقط يكتبن بالعرابية هناك الجيل الأول المعروف آسيا جبار ما اسمها طاوس طاوس عمروش طاوس عمروش صبار مازالت حية ليلة صبار مازالت حية ولكن قاربة الثمانين هذا جيل أول كتب فقط بالفرنسية ولكن بعده أيضا وفي هذا الوقت حتى في يومنا الحالي حتى ضمن الشابات الكتابة أميال إلى الفرنسية وبالتالي هي هربت بتعدت عن ما يسمى بالغرائبية أو الإكزوتيزم الذي نجده عند روائيين كثيرين بما في ذلك خصوصا في المغرب الأقصى من الرجال الذين يكتبون لجمهور فرنسي وبالتالي يكتبون ما يتوقعون أنه الجمهور الفرنسي يحبه وطبعا الجمهور الفرنسي يحبه بالدرجة الأولى الغرائبية والأشياء غير المعبودة إذن قلت أن الرواياتها فيها فيها الجزائر فيها قسنطينا فيها هذا الجو العام ولا بد أن يكون أيضا فيها شيء من فضيلة أيضا كيف وزعت فضيلة شيئا منها على شخصياتها هذا هو ما ستقوله لنا هذا ما ستقوله لنا يعني لأنها خصوصا وأنها تتكلم بضمير المتكلم خصوصا وأن رواياتها فيها أنا فما العلاقة بين أنا المؤلف وأنا بين أنا المتكلم وأنا المؤلف ما العلاقة ما العلاقة المؤلف كشخص كفضيلة التي كشخص والسارد الذي يحكي أو الراوي والشخصيات التي هي أيضا تتكلم هذه علاقة معقدة كثيرا لأن أنا المتكلم هو في الواقع أنا وليس أنا هو أنا ولكن أيضا ليس أنا فبالتالي يعني الموضوع دقيق جدا ولا يكفي أن نقول كما نقول عادة الرواية تحكس حياة المشترع أو الحياة تحكس سيرة الشخص الأهم من هذا هو أن تقول أنا كيف 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 أجدك أنا في روايتك ولا تقريبا هذا وما هي حدود هذا الإنعكاس فهذا تقريبا سامحوني أنا أحب أن نوسع تقديم فقط أبعد من جوجل ورحب بيك وتفضل قولنا ماذا فيك وشكرا أول شي مساء الخير لا أدري إن كنت أستحق هذا التقديم الفخم الطويل ربما أنا أصغر من هذا التقديم وصراحة حين قيل لي أن الطهر لبيب سيقدمني شعرت ببعض الخوف لأنه هو أيضا قام فكرية وأدبية هو يقول أنه من الصعب وجد صعوبة أو ربما ما يشبه ذلك أنه كيف سيقدم كاتبة متمردة تريد التمرد على الذات الذكورية والصراحة أنا لم أكن أعرف أنني كنت متمردة هذه صفة ألسقت به أنا كنت أتصرف على سجيتي حسب إدراكي للأشياء من حولي وأذكر حادثة صارت في صغري أنا كنت ضعيفة جدا جسديا ولكن كنت جد ذكية كنت الأولى في الصف دائما تعرضت لدهديد من إحدى البنات معي في الصف لأنه لم تساعد في الانتحان نحن نخرج ربما سيد طهر يعرف نحن نتشابه نبثقنا من مجتمعات متشابهة كثيرا المجتمعات الفقيرة المنسية خارج العواصم نحن أبناء قرى فكنا حين نخرج من المدرسة القوي يغلب الضعيف فكانوا يكمشوني من شعري شعري كان طوي فأول مهار ثاني نهار لم أتقبل هذه المشكلة فذهبت عند الحلاق وهو حلاق وحيد في الريس التي كانت قرية صغيرة قلت له يسلم عليك بابا قل لك قص لي شعري قل لي كيف قلت له كيف يعني قصة رجالية طبعا قص لي الضفيرة وعطها لي في يدي وصبط شعري وارجعت إلى البيت الذي حدث أن هذه الحادثة أمي أصيبت بالهلع قالت أن السماء ستسقط علينا لأني قصصت شعري وهناك لعنات ستتبعني إلى آخر يوم في حياتي والدي خاصمني لأكثر من شهر توقف أن يكون أبي على فكرة هو أبي الذي رباني وهي أم التي ربتني ردة الفعل هذه أثرت فيه كثيرا هل هذا الشعر الذي قصصته دون أن أشعر بأي ألم وهو خلصني من مشكلة كبيرة هل أستحق عليه هذا الخصام المؤلم صحيح كنت طفلة في الثالثة عشر من عمري ولكن ظلت هذه الحادثة في رأسي إلى يومنا هذا التمرد لم يكن مقصودا مني كنت دائما أبحث عن الحلول مثلا لكي يسهل هروب لأنه كنا نخرج من المدرسة في السادسة مساء وكانت ليل وكنا نتعرض لتحرشات وهجوم من طرف الذكور كان الأسهل لي أن أرتدي حذاء رياضيا وبنطل لكي أهرب هذا كان حل لكن هذا لم يكن يفهم كذلك في ذلك الوقت المبكر كان يفهم شيئا آخر أنا لم أستوعب هذه الأشياء حتى كبرت طبعا بقيت دائما أبحث عن منفذ لكي أعيش بطريقة مرتاحة فيها الله منحني مواهب كثيرة وبرست بهذه المواهب خلال مسيرتي في المدرسة وفي الجامعة أيضا كنت أتقن الغناء أتقن الرسم شاركت في نشاطات جامعية كثيرة ولكن في الأخير اتضح أنني أحب الكتاب أكثر لأنها الصوت هو صراخ الداخل الذي أقوله أنا هادئة أعتقد أنني لست متمردة سيد طاهر أنا أقول الأشياء التي تجول في رأسي وأطرح هذه الأسئلة أحيانا أتفاجأ لماذا لماذا يغضب الآخر مني حين أقول هذه الأشياء تحدثت في محاضرة التي حذرتها أننا نحن النساء حين نكتب نتهم تهمة واحدة ونقرأ بطريقة واحدة وهذا أيضا يؤلمني أنا لا أشبه كل امرأة هي تاريخ كما كل كاتب هو تاريخ وكل رجل هو تاريخ كل واحد يختلف عن الآخر كل واحد لديه بصمة مختلفة بصمة عين بصمة أصابع فنحن مختلفون ولكن لا أدري لماذا نوضع في بوتقة واحدة أتحدث في موضوع محاضرة اليوم لو سمحت الطاهر أي تحدثت عن هذه القراءة التي تتهم المرأة أنها أن عالمها صغير هي تتحدث عن العلاقات الغاطفية عن العلاقات الأسرية عن الزواج عن خيبة الحب عن هذه الأمور التي يراها البعض بسيطة عن اهتماماتها اليومية لكن هل تساءل القارئ بكل أنواع سواء كان إعلاميا أو كان ناقدا هل تساءل أن هذه الأشياء هي أيضا قضايا مهمة لا يمكن أن أهتم فقط بالشأن السياسي وبما تفعله الأنظمة وأن أكون ثائرة وأتظاهر في الشارع لكي أبدو أنني مهتمة بهذه الحياة لاحظوا مثلا أن المرأة في الحروب فيما الرجل يقاتل بالسلاح هي تحمي أولادها وتفكر كيف تطعمهم وكيف تحميهم من الموت هناك اختلاف وقد ذكرت تلك المعلومة عن الرجل الذي اخترع كولت الذي اخترع المسدس ولكن بالمقابل هناك سيدة اخترعت السطرة الواقية للرصاص فربنا سبحانه وتعالى وازن بين هذه الرغبة الجامحة للرجل للحصول على السلطة لكي تظل هذه السلطة في يدي وبين هذه المرأة التي تحاول على إبقاء الحياة حيثما تكون حتى القصص النبوية الذي لا أريد أن أدخل فيه اليوم دائما لدينا قصص يحكي عن هذه المرأة التي أنجبت نبياً تحدث في المهد وأوجدت الحياة عن أم إسماعيل التي حفرت وجدت بئر زمزم نجد الكثير من الحكايات في القصص القرآن ولكن لا نهتم بها لا أدري لماذا في الأداب دائماً تسأل المرأة أين أنت من بطلة الرواية أو هل أنت بطلة الرواية أو إلى أي مدى هي قريبة من شخصيتك لماذا هي قريبة من شخصيتك لأنك تكتبين نفسك أنت لا تكتبين عن قضية هذه القضية مفبركة دائماً نتهم أن قضية المرأة مفبركة كيف مفبركة؟ أولاً أنا لم أفصل قضيتي أنا أتحدث عن مشاعري وعن هواجسي وعن طموحاتي وعن آلامي وعن أوجاعي وكل الأشياء التي تؤلمني أتحدث مع القارئ سواء كان رجلاً أو امرأة لأتقاسمها معه لكي أوصل له ما لا يعرفه فأتفاجأ بردة فعل مختلفة تماماً مع أن أنا تتلمزت على أيدي كتاب رجال وحين كنت أقرأ قضايا لم أصنفها على أنها قضايا ذكورية أبداً كانت قضايا إنسانية بالنسبة لي وأنا حذوت حذوهم كل الكتاب الذين تأثرتوا بهم كانوا رجال هذه المشكلة ليست فقط في عالمنا العربي حتى لا أتهم هذه التهمة لأنه دائماً يقولون أن المرأة العربية تكتب إشياتا فيها ومع هذا تحتاج يعني الضالة تحتاج نحن نكتب عنها تشارك في المؤتمرات تشارك في كذا ولكن حين نأخذ كتاباً نقدياً لأي ناقت سنجد أن الكتاب الرجال يهتم النقد بهم أكثر مما يهتم بالنصوص النسائية وإذا كان هناك كتاب يهتم بالنص النسائي فإنه يكون مخصص يعني كأنه مفصول عما يكتبه الرجل تقام مؤتمرات يعني أصبنا ببعض الحم في السنوات الأخيرة كل مؤتمرات أدب النسوي أدب النسوي أدب النسائي نسوي وطرحت أسئلة لماذا نسوي ولماذا نسائي مع أنه بالنسبة لي قضية الإنسانية هي واحدة غدا السماء النفس التي أعتبرها أكبر ثائرة بالأدب العربي المعاصر يعني بدأت بقضية المرأة منفصلة عن قضية الرجل ولكنها بعد النضج بعد أن أصدرت عشرات الكتب بلغت مرحلة تتحدث فيها عن تحرر الإنسان العربي أنه لا يمكن لهذا الإنسان العربي أن يتحرر وهو يجر خلفه إنسان مقيد سواء كان رجلاً أو إمرأة يعني نحن حسب مسيرة بعض الكاتبات بلغنا مرحلة من النضج ولكن لأن هذه الأجيال التي تولت على فكرة هي ظاهرة في عالمنا العربي الأجيال لا تتواصل مع بعضها بعضاً بين الأجيال ولهذا نحن نكرر أخطاءنا هي نفسها أيضاً لم نخرج من القضايا التي يجب أن نخرج منها يعني المفروض بعد ما قرنا غاد السمان كل هذه الأجيال وطلعوا كاتبات حتى من الخليج من السعودية من البحرين من الإمارات أصبحت المرأة تكتب وتتعاطى مع مواقع التواصل الاجتماعي براحة كاملة كان من المفروض أن تصبح هذه القضية وراءنا للأسف لازلنا نخلط الأمور كأن نتحدث مثلاً عن حركة فيمينست في العالم العربي ما في حركة فيمينست لا توجد نسوية في العالم العربي لا توجد يعني حتى التي تدعي النسوية حياتها كلها مرهونة بالرجل بزوجها وخيها وأبوها وتقوم بالأشياء سراً ويجب أن تأخذ بركات أبوها وبركات جوزها يعني شيء لا يصدق أنه نحن نتحدث عن أشياء غير موجودة عنها إذا إذا فيه مثلاً عشر نساء في تونس وعشر نساء في الجزائر مثلاً قالوا أن حركتنا حركة نسوية محظة فهذا لا يعني أنه عندنا حركات نسوية فيمينست وعندها قوة وعندها صوت مسموع وتتدخل في التشريعات وتغير قوانين هذا غير موجود لنعود للأدب لأنه هذا الموضوع طويل طويل جداً في الغرب مثلاً جورج ساند أكيد تعرف حكايتها اسمها الحقيقي لأني لا أحفظه جورج ساند اسمها أورور جيبان كتبت باسم رجل لسببين هي قالت لكي تقرأ بجدية ولكي تعامل باحترام يعامل مصة باحترام ليست هي فقط التي كتبت باسم مستعار رجال اختفت وراء كاين مارين داقول كاين ديلفين دجغغدا كاين جان الوازو كاين إليزابيت ماكينتوش كاين إلزا تريولي اللي هي حبيبة أراجون كانت تكتب باسم رجل لورون دانيال وأخذت جيزة لزامون دابينيان والشاق أبينيان أنا كتبت باسم مستعار رجالي لماذا؟ لأنه في سنوات الإرهاب أنا أراد اخترت اسم مستعار لهو الفاروق ولكن أصبحت معروفة حين كتبت أول مقالة قدمتها لجريدة السفير باسم أنا عانى الظروف التي يعيشها المثقف كذا يعني بدأ أن هذه الصبية ماذا تعرف من الإرهاب وهل فعلا عانت؟ لا فأن رفضت المادة التي كتبتها فأعدت صياغتها ووقعتها باسم مستعار رجالي هو عبدالهادي مقران واعتمدت هذا الاسم في عدة مقالات لأن لديه يعني مقبول لدى القارئ العربي أكثر مدام رجل يكتب عن هذه الأحداث الدموية فهذا شيء مقبول لكن أن تكتب المرأة من 23 سنة عن تلك الأحداث الدموية المرعبة كان شيء مش مقبول هذا مؤخرا لماذا للرجل صدقية أكثر مش لأنه عنده صدقية أكثر لا لأنه السلطة في يده نحن نعيش في عالم ذكور شيء نعو أبين نحن نحن رؤسة الأقسام صفحات ثقافية رجال مدر الجرائد رجال رؤسات تحرير رجال مؤسسات التمويلية لهذه الجرائد وال وسائل الإعلامية رجال رؤوس الأموال الكبيرة الضخمة في أيدي رجال نحن نعيش في عالم ذكوري ولكن ما تريده المرأة فقط هو أن لا تلقى عليها تهن أين أنت أنت تكتبين هذه لأن هذه ليست قضية إنسانية قضية المرأة ليست قضية إنسانية ماذا تريدين في حتى اللي بيقول لك لا والله هلأ الرجال بدهم حرية صار نحن الرجال لازم نبضاهر عيب أن يتحدث الرجل العربي بهذا الأسلوب حتى وإن كان ساخرا لأنه النساء القليلات اللواتي حظين بالبروز لا يمثلنا المرأة العربية سيد طهر تحدث عن جبال الأطلس طبعا كان جانب في الشرق الجزائري حيث الجبال اللي طلعت منها أنا هي جبال الأوراس والثورة انبثقت من جبال الأوراس أنا كنت نمشي خمسة كيلوماتر لكي أصل إلى المدرسة وعمري ست سنين بقيت نمشي هذا المسافة ذهابا وإيابا ذهابا وإيابا في الشمس الحارقة في الثلج في الرياح أخرج في السادسة صباحا وأعود في السادسة مساء الظروف الظروف القاسية التي يعيشها التلميذ في هذه الجبال سواء في تونس أو في المغرب لا يعرفها تلميذ آخر في مناطق أخرى الحمولات التي تحملها المرأة على ظهرها من اقتناء الماء والحطب هذه الأشياء كلها عشرة وأنا حملت على ظهري ولكن حين أحكي هذه الأمور والناس تحكم طبعا على المظاهر وتشوف أظافر معمولة ولباسي مرتب وجاي من بيروت فلا أحد سيصدقني أن طفولتي وصباي كانوا بطريقة مختلفة حتى في قسنطينة العظيمة كانت عندي معاناة وكنت دائما أقارن بين بين حياة الرجل الطليقة وبين حياة المرأة المحصورة بين البيت وعملها يقولون لنا أننا حضينا حصلنا على كل ما نريد أن تذهبين إلى العمل وإلى الجامعة ولكن كان ممنوع أن أجلس في الشرفة وأشرب مثلا كنجانقا ومع أمي الشرفة ممنوعة على النساء الجزائر ليست باريس ولا تونس باريس ولا المغرب باريس ولا السودان باريس ولا موريطانيا نحن مجتمعات نختلف صحيح مستويات الحرية تختلف ولكن لم نبلغ تلك الحرية التي تعيد لنا آدميتنا وكرامتنا هذا ما نتحدث عنه هذا جزء كبير من سيرتنا نحن حين أتحدث عن هذه العذبات الشخصية التي عشتها أو رأيتها فهذا لا يعني أني أكتب سيرتي الذاتية كي نكتب كي نكتب لي واسمه اسمه يوميات الحياة الأدبية لبيير جون دوفياف ماذا كتب في هذا الكتاب قارن بين السيرة الذاتية للكتاب وبين نتاجهم الأدب طبعا في الغرب كينشي مشهور هو اليوميات أو البيوغرافيا أو السيرة الذاتية التي يكتبها الكاتب فيقارنون بين مقاطع لكي يستخرجوا أين في الأدب أين يشبه الكاتب أدبا أين أخذ من حياته الشخصية وغذان الصفحة هذا الشيء غير موجود في العالم العربي لأنه حتى اليوميات عندنا ملغمة قد أكتب عن نفسي يعني المرأة أسوأ تتحاشى تماما أن تكتب يومياتها علش لأنه لأنه نخاف لست أنا فقط في هذه اليوميات هناك أبي أمي أختي صديقتي الجيران الشخصيات التي تعاملت معها الحياة شائكة أذكر رواية لفوزية شويش السالم من الكويت ذكرت فيها شخصيات وطبعا سحبت الرواية من معرض الكويت انتشرت في بعض البلدان وأهملت إذمالا يعني مقصودا لكي لا تقرأ لأنه ذكرت فيها أسماء وذكرت فيها أحساب غاد السمان تذكر مثلا في حواراتها بعض يعني يمكننا أن نقارن بينما ورد في الحوارات وبينما هو موجود في نتاجها فنجد أنها وظفت الكثير من حياتها الشخصية في أدبها لكن هذا لا يعني أنها كتبت سيرة ذاتية السيرة الذاتية هي أن أسرد ولدت كذا اشتغلت عملت تعرفت وكذا يعني في أحداث معينة وفي الذات فقط دون أن تدخل المخيلة في تركيب إشياء أخرى خلاصة القول حتى لا أطيل يبدو أني أطلت سمحوني خلاصة القول أنه نحن لم نبلغ لا مرحلة كتابة كتابة السيرة الذاتية يعني حتى سهيل إدريس العظيم كتب أول جزء من سيرته الذاتية طلع في حياته الجزء الثاني أوقفته ابنته بعد أن أصبحت الأمور في دفتها هي وابنها وقوة سماح إدريس فمنعوا الجزء الثاني من الظهور نهائيا وأنا في حوار مع سهيل إدريس حكالي هذه الأشياء طبعا من بين ما حكى يعني الأشياء لا يمكن أن تقبلها العائلة يستحيل بالتالي ربما قد تصدر هذه المذكرات بعد أربعين سنة أو خمسين سنة أو لا أدري نحن لسنا مهيئين لتقبل سيرة ذاتية ربما هناك سيار مختصرة لبعض الكتاب أو بعض الكاتبات ولكنها لم تبلغ أبدا مستوى أن تغطي على النتاج الأدبي وأن نتهم الكاتبات أو حتى الكتاب الرجال بأن هذا مجرد إسقاط مجرد إسقاط لحياتهم الشخصية على نتاجهم الأدبي نحن إلى يومنا هذا نتحدث عن قضية إنسانية بحثا عن فضاء حر لم نكون هذا الفضاء نحن ما زلنا نكافح ونناضل لإيجاد هذا الفضاء حتى نبلغ مرحلة كتابة السيرة النتية وعذرا على الإطالة شكرا شكرا أن المحاضرة وإذا لديكم أسئلة أو تعليقات فضلوا حسنا وإنه السكرا وإنه وسietet موعد لت وإنه موعد لمم بسرع إساة طهر تربطني بها صداقة من أواء الضيوف برنامجي سعدت كثيراً في بداية مشواري بالإعلام المرئي أن استضفت سيدة استطيع القول أنها تتطابق مع نصوصها مع مقالاتها مع تصريحاتها وجدت في الكثير من الشخصيات التي مرت في حصصي التلفزيونية الكثير من المفارقات الصادمة بين شخصياتهم وإنتاجهم الإبداع بين سلوكياتهم وبين تنظيراتهم فضيلة الفاروق شخص كثير شفاف ممكن أن ترمي بقنبلة في أي لحظة بشكل مباخت ومفاجأ لم تذكري لنا الكثير من الأشياء اليوم بالمحاضرة أحب أنك تضيئي على الكثير من المتوقات التي مريت فيها بسيرتك عندما خرجت من الفردوس الدام لنقل إن صح التعبير من الجزائر وذهبت إلى الحلم إلى لبنان إلى بيروت وكنت متفائلة جداً بأنك ستلتقي أسماء ورموز صح التعبير أو علامات بالصحافة أو بالأدب وقلت أنني أتطلع إلى تلك الشرفات العالية وعندما وصلت بيروت صدمتي وقلت أن هذه الشرفات لم تكن شرفات كما ضمنتها هذه نقطة واحدة أحب أنك تضيئي على تجربتك بيروت وصدمتك بالمشهد الثقافي أو مع رموز الفكر والفن والأدب هناك نقطة ثانية فضيلة الفاروق في جانب آخر غير الرواية المقال وأنت تكتبين المقال منذ زمن صحيح ومؤخراً أن أتابع مقالكي طبعاً بجريدة الرياض وأجد أنك تتحدثين عن الرواية والسيرة وخصوصاً الرواية النسوية إن صح التعبير وإننا اتفقنا على أننا ضد هذا التصنيف السخيف بين الأدب النسائي والرجال أو أدب الأظاثر الطويلة كما يقال أعتقد أن في روايات ما دريد تتفقين معي أو لا سربنا أجزاء كثيرة من سيارة هن الذاتية بروايات هن مثل عالوية الصبح مثلاً بدنيا أو اسمه الغرام أو مريم الحكاية عندك أحلام مستغنين بذاكرة الجسد وخوض الحواس وعبر سرير عندك أيضاً حنان الشيخ وحنان الشيخ يمكن خصوصية تجربتها أنها حكت سيرة أمها الذاتية في روايتها لكن سيرة صادمة بالضبط سيرة صادمة جداً بأنها عرّت الأم تلك الكائن المقدس في رواية حكاية الشرح يقول يريد التضيئي لنا على بعض هذه الشذرات التي تسربت من روايات النساء وخصوصاً بعشر السنوات الأخيرة حيث الطفرة لنقل الأدبية بالأدب النسوي صحيح شكراً لك أولاً بروين حبيبتي أنا أشكرك كثيراً لأنه من المطار إلى إلى مركز الشيخ إبراهيم ومن المركز إلى المطار مرة أخرى فعلى رأسي يعني اليوم أتعبتك أتعبت شاعر عبد الوهاب العريد جامل السعودية وأتعبت سيطهر لبيب جاي من بيلوت أيضاً من المطار مباشرة إلى هنا ما لاحقوش يرتاحوا سأجيبك بمصر يعني على رأسي والله جد جد تأثرت عن تجربتي ببيروت أنا عشت يعني في هذه القرية الصغيرة عشت على الكتب من جمال ما حدث لي أنه كان هناك مكتبة في تلك القرية مكتبة البلدية وقرأت فيها الكثير من الأشياء كانت المنشورات تصل من بيروت كلها مطبوعة في بيروت ما كانت بيروت كبيرة لأنه فيروز في بيروت الرحابنة في بيروت كل شي كان يصلنا من بيروت فكانت بيروت يعني قبلتنا في قسنطينا أحببت بيروت أكثر لأنه كانت تصلنا مقالات غادة السمان وأدب غادة السمان وطبعاً فيما شاهدت من هذه الأحداث في أول تسعينات شاهدت محرقة لكتب غادة السمان جمعت كتب غادة السمان وأحرقت في أحد شوارع قسنطينا في أحد شوارع قسنطينا واتهمت بالزندقة ونشر الربيلة ونشر الفزق طبعاً وحوربت غادة السمان حتى في قلب الجامعة كان الطلبة التي قدموا طروحاتهم كان تنرفع في ذلك في سنوات التسعين 91-92-93-94 كل هذه السنوات أصبحت غادة السمان كأنه هي علامة الإلحاد والكفر وأشياء أخرى على كل حال ما أريد أن أقول أنه في كل الحالات ظلت ما تحكيه غادة عن بيروت هو المؤثر فيه فأنا صحيح حاولت أن أذهب إلى بيريز لكن ممشيش الحال كانت طريقي أسهل إلى بيروت وصلت إلى بيروت وتعثرت بأسماء كبيرة اكتشفت أن بيروت التي تتحدث هنا على غاد السمان وبيروت السبعينات ليست بيروت ما بعد الحرب بيروت أخرى اكتشفت الطوائف أن المثقف ليس حرا كما يدعي المثقف تابع دائما للجهة التي تمول المثقف تابع للطائفة التي ينتمي إليها المثقف يدعي علمانية ولكنه يحتمي بطائفته لا يريد لهذا النظام الطائفي أن ينهار الأسوأ من ذلك أنني شهدت سقوط منابر إعلامية كبيرة وكان الصحفي أو الإعلام يتشفى في الصحفي زميله يتشفى فيه مع أنه دوره جاي فكان هذا أسوأ ما عشته في بيروت والأسوأ أكثر أن أجد نفسي أنا الجزائرية التي أعامل يعني ما هذه الشعر التي وقعت على العجين ليش جاي يعني شو بدك يعني صار السؤال محرج لي فما كان صعب كان علي كان صعب جدا أنه أن أجد مكاني لذلك أنا أكنه الكثير من المحبة والإحترام مثلاً لبول شاول بول شاول أول من أطلقني وأنا السعيدة بذلك لأنه بول قال لي إذا حكيتي طائفية قومي من على طاولتي ممنوع تحكي طائفية على طاولتي ثانياً ما بحب حداً يقول لي أستاذ أنا بول نقطع السطر فالحمد الله أنه وجدت مثقف كنت أقرأ له ووجدته كما هو طبعاً قلة جداً لابين احتكيت بهم في بيروت وظلت صورتهم كما هي لكن صعوباتي في بيروت كانت أقصى مما كنت أتوقع كل شيء كان يعني اكتشفت أن اللبناني أكثر يحافظ على الصورة التي يراها الآخر لأنه يعرف سلفاً نوع المتلقي الذي يواجه سواء التلفزيونات سواء الجرائد سواء يعني أخطأت كثيراً أنا في كتابة المقالات أحياناً أخطئ كلمة فمرة أقف أقفت المجلة كلها يعني العدد كله ألغي بسبب مقالي فكانت كارثة علي يعني انتهت انتهت فترة عملي في مجلة يقال أنها نسائية هي مجلة الحسناء فتخيل أنه أنا أدافع عن المرأة في مجلة نسائية وتحمل اسم الحسناء ثم أضرط من المجلة لهذا السبب يعني تحمست كثير ما كان لازم أتحمس ودافع عنه فهو هو الأشي اللي صار المسلسل طويل طويل خلينا نحكي أنت أشرت إلى أنه الأدب الأدب أدب إلى غاية ابنه خلدون كان الأدب لا يزال يعرف أنه أدب بعد فترة ابنه خلدون شوية فبدأ الأدب يأخذ تعريفات أخرى أصبح أدب القصور أدب المدرشو أدب كذا بعدين أدب الجواري لا أدري إلى أي مدى يمكن أن يوافقني الآخرون على هذه التسميات ولكن صار فيه أدب جواري صار فيه أدب يعني حتى بعض الغزل يعني بعض الغزل يؤخذ خذ أي غزل ماجن قاله رجل وأي غزل عفيف قالته امرأة يفضلون الغزل الماجن الذي يقوله الرجل ولا أدري السبب يعني ينسب المجون لهذه المرأة التي تمرر الرسائل يعني شفرات حتى ليس بهذا الجرأة على كل تحدثت عن أحلام عن علوية عن حنان الشيخ حكاية أحلام بالذات ثارت الكثير من اللغة لماذا نجحت هذه السيدة لماذا نجح نصها ذكرت الجسد مع أنه كان عندها نصوص قبل هي أصدرت ثلاث مجموعات شعرية وطبعاً وطبعاً أنا تناولت أحلام في أطروح الماجستير درستها جيداً ذكرت أهم المحطات من حياتها مثلاً ولدت في تونس تربيت في كذا ذكرت بعض أصدقاء والدها في أشياء من حياتها ولكن ليست حياتها أين السؤال أو علامة الاستفهام الكبيرة التي أثيرت من كتب لأحلام الرواية ذكر طبعاً حيدر حيدر مع أنه أسلوبه مختلف تماماً ذكر سعد يوسف مع أنه لا علاقة أبداً بين النص سعد يوسف وبين نص أحلام ذكر نزار قباني وأنا أشك أنه نزار قباني يقعد يكتب 300 صفحة لأحلام يعني كلها كانت حالات مرفوضة الحلقة المفرغة أو الحلقة الضائعة في كل هذا أنه عندنا كاتب في الجزائر اسمه مالك حداد مالك حداد درسته أحلام في أطروح حين كانت تحضر الدكتوراه تروازي يمسيك لعنبا درست مالك حداد باللغة الفرنسية وتأثرت بأسلوبه في الجزائر هناك من يقول مثلاً أن أحلام ترجمت مالك حداد هذا للتشابه بين الأسليب وطريقة اللغة وسرق الأحداث حتى أنه وصفت قسنطينا الخمسينات ولم تصف قسنطينا الثمانينات كما في ذكرت الجسد يعني لو قمنا ببعض المقارنة لا وصلنا إلى هذه الاستنتاجات وتوقفنا عن تهيام الكاتبة كل هذه التهام التي لاحقتها للأسف مقالتي لم يهتم بها أحد أيضاً مع أنه نشرت في السفير ثم في النقاط ولكن لم يهتم بها لماذا؟ لأنه أزاحت يعني أبعدت التهمة عن أحلام هناك رفض لماذا نجحت شعبياً مع أنه هي تكتب لفئة معينة هذا موضوع آخر أيضاً العتاب أيضاً طال على ويا صبح أين على ويا صبح في الرواية هي هنا هي ليست هنا وأذكر جيداً أني التقيت صحفي سألني وقال لي هل تعرفين على ويا صبح جيداً قلت له نعم أنا أجبت على أساس أنه أعرف الرواية يعني أعرف الرواية فقال لي هل تظنين أن من ذكرته في الرواية هو فلان لا قلت له لا أدري يعني ما نعرف ما لي كيفاش بتعرفيهاش طيب هي تحدثت عن عملية إجهاض أيمكن أن تكون هي من أجهضت فهنا صحقت صحقت قلت له هذه يعني وكان السيد عمره 65 67 سنة فأنا صحقت صراحة هل يهم كالأمر أن تكون هي في الرواية أو غيرها قال إيه يهمني لأنه كلهن يدعينا العفة ولكن لا توجد امرأة عفيفة غريب هناك محاكمة أخرى في رواية لربيع جابر طيب هو رجل ربيع جابر وربيع جابر لا يظهر للصحافة عنده رواية اسمها أميركا بطلة الرواية تنطلق من لبنان بحثا عن زوجها في أميركا في الهجرات الأولى التي حدثت من لبنان إلى أميركا طبعا هذه السيدة حافظت على عفتها طيلة الوقت عن شاعر لبنان لداعي لذكر اسمه أيضا طرأ مقال مرتب وقال من هذه المرأة التي تترك لبنان وتسافر بالباخرة وتغادر من قارة إلى قارة وتبقى حفيفة نزعج لماذا تخلق تهمة لبطلة هي وهمية مش موجودة ولماذا تريد أن تركب فكرا آخر غير الفكر الذي يريده ربيع جابر لبطلته لا أدري يعني أحيانا حتى البطلة متهمة حتى البطلة الوهمية التي يشكلها الكاتب بمخيلته متهمة يجب أن تكون على نسق تفكير فلان وفلتان وعلان لا أدري إن كانت هذه إشارات إلى تحقير المرأة التي تملك قليلا من حريتها أو زمام أمورها في يدها لأنه حتى مفهوم الحرية من خلال كل هذه المعمع الأدبية حتى مفهوم الحرية اليوم أصبح مشوه لدينا نحن لا نعرف معنى الحرية حين حين تقول المرأة أنا حرة معنات أنت في الثاني أنت تجي بعد 12 بالليل أنت تصهري تروحي تجي تعملي علاقات يمكن وهذا شيء مخيف مع أن الحرية كما تعلمناها في المدارس الحرية هي أن تكون حرا ولا تكون عبدا لأحد هذا ما فهم الحرية وهذا ما أرى في كل هذه النقاط التي تحدثت عنها أعتقد أن هناك شيء محرك للكاتب سواء رجل أو امرأة هذه محركات الإبداع هناك وجه شخص ينطلق منه الإبداع الآن تقول فرايد نظري فرايد نظري أخرى لا أدري ما أعرفه هو أنا وجعي شخصي دفعني للكتابة لأنه شعرت أنه حتى حين أصرخ فإن صوتي لا يصل بالتالي فأنا أكتب لأنه صوتي باقي وصوتي ينتشر أكثر بالكتابة دون أن أسيئ لحبالي الصوتية هلو إذا كان لم يكن هناك متداخل تسمحوا لي بتعليق وصي للتوضيح فقط يعني بالنسبة للتمرد ليس المقصود به تمرد المؤلفة وإنما تمرد شخصياتك شخصياتك في الرواية متمردون الناحية الثانية أشرت إليها بسرعة ولكن لا بأس أن تطار وخصط بالنسبة للمرأة وهذا رأي كتب عنه عالم اجتماع اسمه بورديو كتب عنه بعمق عن العيمن الذكورية يقول أن المشكل الأساسي ليس في أن الرجل يهيمن على المرأة إنما أن تستبطن المرأة هيمنة الرجل هذا هو المشكل الأساسي وأنا أعرف جيدا عندي زميلة في بيروت في جامعة سان جوزيف القديس يوسف وهي محللة نفسية و بسيكياتر أيضا لمدة عشرين سنة يعني تناولت أعراض مرضية عند النساء و كتبت مقال مهم جدا تبين فيه أن الجامعيات الحاصلات على شهادات عليا والمدرسات في الجامعة يخضعنا لنفس يستبطلنا النفس الهيمنة الذكورية سواء في الزواج أو في العلاقة بالزوج في البيت معنى ذلك أنه حتى الدراسة والتعلم لم يخلص هنا لم يخلص هنا من هذه السيطرة الذكورية بالنسبة للسيرة الذاتية ملاحظة ثانية ليس المقصود بما في النص بما في الرواية السيرة الذاتية بالمعنى الحرف للكلمة وإنما هو الرصيل أنت مثلا الآن قلت كلمة حلوة كتبت بوجع الشخص هذا هو الموجود في الرواية يعني دائما هناك شيء منك في الرواية أحببت أم كارت أعلمت أم لم تعلم وليس بالمعنى السيرة الذاتية والله أنا أعترف يا أستاذ طهر أنا أعترف أنني أختفي ليس فقط شخصية واحدة أنا أختفي وراء عدة شخصية هذا كان المطلوب فبالتالي يعني لا مفر من أن يكون ولذلك ولذلك واحد مثل يقول أنه لا يمكن لي واحد أن يكتب رواية عن الحب وهو لم يحب صحيح يعني إذن تم بعض التجارب كالحب مثلا لا يمكن أن يكتب واحد رواية عن الحب وهو لم يحب أنت ضد مقولة أعذب الشعري أكذبه لا أعذب الشعري أكذبه كلمة حلوة كثير لأن الكذب هو من أكثر ما يعكس حقائق الناس والشعوب لأنهم أكثر الناس يعبروا عن الحب ولكن يعبرون عنه بكذب ولكن كذب مستحسن مباح محبوب مسامح هل تمت أبو حب يكتب عن حبه ولا يكذب خاصة الحب وخاصة الحب الكبير الحب الصغير لا يحتاج للكذب يحتاج إلى فدلك أما الحب الكبير يحتاج إلى كذبة لا بد أن تكذب لأنقاذ هذا الحب الكبير يبقى كبير لازم تكذب ولذلك فوقيت يكون مطلوب في الحب وليس ممنوعا وإلا يكون الإنسان ساذج وليس ممنوعا برك الله فيكم وإن شاء الله سوف نرى المرة القادمة ونشكر كثيرا فضيلة الفاروق على ما قدمت وعلى أيضا الجهد ما بدلت من جهد السفري ونتمنى لها صفرة ميمونة وإن شاء الله نراكم بخير يا عيشك أنت والجزائر أيضا اليوم إن شاء الله Buchند سوف نرى الترجمة شكرا